بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات التعليم المستمر للصف الثالث مادتنا المهارات حياتية للفصل الدراسي الأول المادة مهارات حياتية موضوع الدرس البطاقة الإرشادية دعونا يا عزائي الطلاب والطالبات الآن نقوم بحل الواجب للدرس الماضي أريد من الجميع فتح الكتاب صفحة 40 كان لدينا سؤال الثالث اختر الجواب الصحيح تبعا لما ترى ثم علل إجابتك أقيمت دورة تدريبية عن الوعي الاستهلاكي من من ترشح لحضور هذه الدورة ألف ربط البيت با المعلم جيم صاحب متجر غذائي برأيكم الإجابة أي إجابة ستكون صحيحة ستكون ماذا؟ ربط البيت برأيكم لماذا تكون ربط البيت التي يفضل أن تأخذ دورة تدريبية ربط البيت هي القائم على تحديد أغراض المنزل حينما يزيد وعيها الاستهلاكي ستخف الأعباء المالية ويتلاشى الهدر إذن يا عزائي الطلاب والطالبات أريد الكتابة بخط واضح سأعيد قراءة الإجابة ربط البيت هي القائم على تحديد أغراض المنزل حينما يزيد وعيها الاستهلاكي ستخف الأعباء المالية ويتلاشى الهدر لديكم نصف دقيقة للكتابة ترجمة نانسي قنقر الجميع أن تهم الكتابة حسنتم بارك الله فيكم في درسنا السابق يا عزائي الطلاب والطالبات تعرفنا على سلامة المنتج الغذائي وتعرفنا على بعض النقاط ومن أهم النقاط التي تعرفنا عليها الوعي الاستهلاكي وسبق تعرفنا على ماذا يقصد بالوعي الاستهلاكي يا عزائي الطلاب يقصد به هنا مقدرة الفرد على استغلال الموارد المتاحة المرتبطة بكافة الخدمات المتوفرة وعدم الإسراف في استخدامها وتقليل الفاقد منها كذلك تعرفنا في الحصة الماضية على البطاقة الإرشادية وماذا يقصد بالبطاقة الإرشادية البطاقة الإرشادية يا عزائي الطلاب هي عبارة عن المعلومات الخاصة بالعبوة الغذائية والتي تبين المكونات الغذائية للمنتج وذلك عن طريق علامة وصفية سواء كانت مصورة أو مكتوبة وتعرفنا كذلك يا عزائي الطلاب على محتويات البطاقة الإرشادية دعونا نتذكر ونسترجع تلك المحتويات محتوى الأول لابد أن تتوفر في البطاقة الإرشادية اسم المادة الغذائية وكذلك تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وأيضا المكونات وتعرفنا على فوائد البطاقة الإرشادية هناك فوائد عديدة وذكرنا منها التأكد من القيمة الغذائية للمنتج وتجنب المنتجات التي لا تنوع عن كل مكوناتها بشكل واضح والامتناع عن المنتج الذي تكون عنوينه غير واضحة ورفض كل السلع التي تحمل تنويهات موضوعة خصيصا لإبعاد لإبعاد الانتباه عن عنصر رئيسي دعونا الآن يا أعزاء الطلاب والطالبات نتعرف على أهداف درس اليوم درسنا البطاقة الإرشادية الهدف الأول يبين مفهوم صلاحية المنتج يوضح فوائد تاريخ صلاحية المنتج يستنتج إرشادات المستهلك عند الشراء يبدأ رأيه في حالات الغش التجاري دعونا نفكر قليلا أريد من الجميع الآن التفكير ماذا تفعل إذا لم تجد بطاقة إرشادية على المنتج الغذائي برأيكم لديكم دقيقة للتفكير إذن هل الجميع فكر بسؤال ماذا تفعل إذا لم تجد بطاقة إرشادية على المنتج الغذائي هل ستقوم بشراء ذلك المنتج أم ماذا يجب علينا عدم شراء أي منتج لا يحتوي على بطاقة إرشادية بداية يجب علينا أن نستفسر عن عدم سبب عدم وجودها من الباء ثم ماذا أقوم بالتواصل مع الجهات المختصة لإبلاغهم مع عدم الشراء في مثل هذه الحالات تاريخ صلاحية المنتج ماذا يقصد بصلاحية المنتج ماذا تعني لنا كلمة صلاحية المنتج هنا يقصد بها يا أعزاء الطلاب والطالبات الفترة الزمنية التي يحتفظ فيها المنتج الغذائي بصفاته الأساسية ويظل حتى نهايتها مستساغا ومقبولا وصالحا للاستهلاك وتختلف الفترة الزمنية حسب طبيعة المنتج الكيميائية وخواصه ومحتوى ومدى تحمله الميكروبي ودرجة حساسيته لعوامل الفساد المختلفة إذن تاريخ صلاحية المنتج هي الفترة الزمنية فلكل المنتجات تاريخ صلاحية يا أعزاء الطلاب والطالبات من بداية التصنيع حتى التاريخ الذي يجب أن لا يستخدم فيه بعده ولكل منتج تاريخ محدد يختلف من منتج لآخر بعضها يا أعزاء الطلاب والطالبات يستمر لأعوام وبعضها أيضا فقط لأيام وتكون هذه الاختلافات بناء على عدة عوامل تتعلق بالمواد الداخلة في تصنيع المنتج وحساسيته للتعرض لدرجات الحرارة إذن وفقا للظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين إذن يا أعزاء الطلاب والطالبات لابد أن نعرف ما هو مفهوم تاريخ صلاحية المنتج وهو الفترة الزمنية التي يحتفظ فيها ذلك المنتج الغذائي فوائد تاريخ الصلاحية بالطبع هناك عدة فوائد ومن أهم الفوائد ضمان سلامة المنتج يترتب عليه سلامة المستهلك فماذا يقصد بضمان سلامة المنتج الغذائي هنا حتى لا يحقه عيب أو فساد وتحافظ بفضل الله على سلامة المستهلك الذي يتناول ذلك المنتج أو يستخدمه كذلك من الفوائد تاريخ صلاحية المنتج يا أعزاء الطلاب بأنها تحتوي على ضمان حصول المستهلك على أعلى جودة ممكنة واختيار الأحدث من المنتجات الغذائية فبعض الشركات هنا يا أعزاء الطلاب والطالبات الغير متمكنة والتجارية البحثة تبحث عن الربح السريع ولا يهمها مستهلك أو سلامة منتج لذا لا تضع تاريخ الصلاحية على المنتج إتاحة الفرصة للمستهلك للمشاركة في عمليات الرقابة ورفع الكفاءة تعتبر من الفوائد التاريخ الصلاحية وسهولة تنظيم مراقبة الأغذية في الأسواق من فوائد تاريخ الصلاحية تسهيل مراقبة الأسواق على الجهات المختصة فيعزيز الطالب والطالبة هنا يجب أن نحث المواطن على المراقبة وعند شراء ذلك المنتج فعندما نجد أن هناك خلل للمنتج الغذائي أو لا توجد عليه بطاقة إرشادية فماذا يجب علينا هنا؟ يجب علينا إبلاغ مركز البلاغات لمكافحة الغش التجاري والذي سوف يتلقى ماذا يا أزائي الطلاب والطالبات؟ يتلقى الشكاوي والملاحظات عن أي حالات غش وكذلك أيضا يوجد تطبيق يسمى ببلاغ تجاري وهي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة التجارة من خلال رفع البلاغ عن تلك المخالفة فائدة تعالوا نقرأ تلك الفائدة يجب وضع تاريخ الصلاحية على الغلاف الخارجي للعبوة الغذائية بحيث توضع على شكل صورة مطبوعة أو مختومة مع صعوبة إزالتها أو تغييرها هنا يحفظ حق المستهلك يا أزائي الطلاب والطالبات فيجب علينا أن نحرص على أن تكون على العبوة البطاقة الإرشادية للمنتج الغذائي تذكر أن مدلول عبارة من الأفضل بيعه بحلول كذا هذه العبارة تقصد لمن؟ هذه العبارة موجهة إلى محلات البيع بينما عبارة من الأفضل استعمالها بحلول كذا هذه العبارة أيضا تتعلق بماذا؟ بالطعم والرائحة فقط أما استعمل قبل كذا فهنا هذه العبارة تحذير بضرورة التخلص من الطعام بحلول ذلك التاريخ من أجل سلامة المنتج الغذائي دعونا الآن يا أعزائي الطلاب والطالبات نتعرف على إرشادات المستهلك عند الشراء هناك عدة إرشادات فمنها ماذا؟ يجب قراءة تاريخ صلاحية المنتج فعندما نشتري أي منتج غذائي يجب علينا أن نتأكد من الفترة الزمنية المحددة على المنتج الغذائي عدم شراء العبوات المنتفخة أو التي بها صدى يجب علينا هنا أن لا نشتري العبوات المنتفخة أن لا نشتري العبوات المثقوبة أن لا نشتري العبوات التي بها صدى ألا نشتري العبوات التي ليس عليها بطاقة إرشادية البطاقة الغذائية هنا ضرورية فلابد علينا التأكد من وجود البطاقة الغذائية أيضا كذلك يجب علينا عدم شراء العبوات المنطعجة حتى هنا نتأكد إذا كانت تلك العبوات مثلا منتفخة أو التي بها صدى هذه تؤثر على صحة الإنسان إذن يا عزيزي الطالب والطالبة عندما نجد تلك العبوة منتفخة أو بها صدى يجب التخلص منها فورا عند شراء المواد الغذائية المجمدة يجب أن تكون محفوظة بدرجة حرارة 18 تحت الصفر على الأقل فعندما نشتري الأغذية المجمدة لماذا تكون درجة الحرارة هنا 18 تحت الصفر هنا حتى تقف لنا إيقاف عوامل الفساد بينما يجب علينا أن نتفادى المنتجات التي تحتوي على الإضافات الضارة مثل الألوان والنكهات الصناعية هنا يا عزيزي الطلاب والطالبات النكهات الصناعية والألوان مضرة لصحة الإنسان فهي مواد مضافة دون فائدة غذائية فقط لجذب الانتباه ورغبة المستهلك فنجدها في الغالب في حلويات الأطفال فنجد تجذب الأطفال فيجب علينا هنا يا عزيزي الطلاب والطالبات نحرص على عدم شراء المواد الغذائية التي تحتوي على مواد منكهة أو ألوان صناعية فقط اللون هنا لجذب انتباه المستهلك للشراء وكذلك المنتجات التي تضاف لها النكهات الصناعية والألوان تضر بالصحة مشاكل صحية كالصداع كالحساسية الجلد فيجب علينا هنا أن نحرص على عدم شرائها التقليل من استهلاك المعلبات والحلويات والمشروبات المصنعة والمشروبات الغازية يجب علينا هنا نقلل من شراء تلك المنتجات الغذائية لما لها أضرار صحية على الإنسان فقد تسبب له الإصابات بأمراض كمرض السمنة أمراض ارتفاع ضغط الدم الجلطات لا قدر الله فيجب علينا هنا ماذا؟ التقليل من شراء تلك المنتجات ومن الإرشادات المهمة أيضا كذلك عدم شراء الأطعم من الباع المتجولين وذلك نحفظ سلامة الإنسان من تلك الأطعمة قد تكون تلك الأطعمة غير صحية لا نعلم جودة نظافتها فيجب علينا هنا عدم شراء الأطعمة من الباع المتجولين وذلك نحفظ من أجل صحة الإنسان والسلامة من الأمرى تجنب شراء الأواني المنزلية المصنوعة من الألمنيوم والبلاستيك والمعادل برأيكم لماذا؟ لماذا هنا نتجنب شراء الأواني المصنوعة من الألمنيوم والبلاستيك؟ برأيكم لماذا؟ لأنها ماذا تسبب لنا المشكلات الصحية وحالات مرضية الحرص على شراء منتجات الألبان المباسترة أو المعقمة هنا يقصد بمنتجات الألبان المباسترة والمعقمة القضاء على الجراثيم والبكتيريا عن طريق الغليان تصل درجة الغليان هنا يا أعزاء الطلاب والطالبات إلى 100 درجة مئوية إذن تحفظ الألبان هنا بطريقة حفظ آمنة وأيضا تعرفنا بأن المنتجات الألبان تحتوي على قيمة غذائية تحتوي على عناصر غذائية من ضمنها عنصر الكالسيوم كذلك الذي مهم هنا للعظام والأسنان فيجب علينا أن نحرص على تناول شرب منتجات الحليب التأكد من صراحية ثلاجات العرض وعدم تعرض المنتج لتذبذب بدرجة حرارة التبريد هنا يا أعزاء الطلاب والطالبات يجب أن نتأكد من ماذا؟ من الثلاجات قد تكون تلك الثلاجات انقطع عنها التيار الكهربائي فبالتالي نجد أن بعض المواد الغذائية أصبحت مذابة مثلا اللحوم المجمدة فهنا تفقد ماذا؟ تفقد القيمة الغذائية فيجب علينا أن نتأكد من المنتجات الغذائية المجمدة عند الشراء لدينا بعض الإرشادات للشراء وأساليب عند شراء بعض من المواد الغذائية فمثلا عند شراء اللحوم هناك عدة نقاط مهمة عندما نشتري اللحوم فمثلا شراء اللحم يجب أن نتأكد يا عزيزي الطالب والطالبة أن معروضة داخل ثلاجات كذلك يجب أن نتأكد بأن لونها أحمر لا يوجد عليها بقع زرقاء أو خضراء ونتأكد بأن رائحتها مقبولة وكذلك يا عزيزي الطالب والطالبة مثل ما ذكرت أن رائحتها تكون مقبولة وخالية من البقع ومن الأساليب الصحيحة عند شراء أن تكون مختومة بختم رسمي يجب علينا أن نتأكد بأنها مختومة بختم رسمي فهذا يدل على أن اللحوم خضعت لمن؟ لفحص من قبل الطبيب البيطري كذلك من الأساليب الصحيحة عند شراء الأسماك ماذا يجب علينا؟ عندما نشتري الأسماك يجب أن نتأكد من عدة نقاط أول نقطة يجب أن نتأكد من أنها رائحتها مقبولة وعيونها براقة خياشيمها ذات لون أحمر فاتح وقوام جسمها مطاطيا فعندما نقوم بضغطها تعود لوضعها الطبيعي كذلك عند شراء الزيوت ماذا يجب علينا؟ يجب علينا يا عزيز الطالب والطالبة نتأكد بأن الزيت مائل للإصفرار وخالي من الرواسل من الإرشادات المستهلك عند الشراء يجب يا عزيز الطالب والطالبة هنا أن نتأكد عند شراء البيض من ماذا؟ الاختيار الجيد عند شراء البيض الطازج والمغلف يجب أن تكون ماذا؟ معروضة بداخل أرفف مبردة كذلك عدم شراء البيض المكسور البيض المتشقق فيجب علينا حسن الاختيار عند شراء البيض عند شراء الخبز التأكد من عدم وجود أي ألوان غريبة فمثلا قد نجد نمو الفطريات أو العفان على الخبز فهنا يجب علينا أن نستبعد شراء الخبز أيضا من الإرشادات المستهلك عند الشراء عند شراء البقليات يجب التأكد من ماذا برأيكم؟ نتأكد يا عزيزي الطالب والطالبة من عدم وجود الحشرات وأيضا أي جسم غريب بداخله وأن يكون خالي من الشوائب دعونا نتذكر الآن على أن الاتصال على مكافحة الغش التجاري هناك رقم مجاني يحفظ حق المستهلك وهو الرقم المجاني 1900 في حال تعرضت لأي موقف من مواقف الغش التجاري فأنت يا عزيزي الطالب والطالبة مسؤول عن وطنك ومسؤول أيضا عن في حال أنك تعرضت لهذه المواقف بالاتصال على الرقم المجاني 1900 لحماية المستهلك من تلك المنتجات الغذائية المغشوشة أو التالفة دعونا نفكر الآن هنا ذهبت إلى محل لبيع المواد الغذائية ورأيت مجموعة من المتسوقين منهم من يحسن الشراء ومنهم من لا يحسن ذلك فماذا تصنع؟ برأيكم؟ برأيكم هؤلاء يا عزيزي الطلاب والطالبات ماذا ينقصهم؟ ينقصهم هنا الوعي الاستهلاكي والشرائي إن استطعت حاولت إرشادهم وتنبيههم وكذلك قراءة تواريخ صلاحية المنتجات لهم فربما بتصرفي هذا يا عزيزي الطالب والطالبة أن أحميهم من ضرر لا يعلمون به هناك تصرفات شرائية تعجبني وتصرفات شرائية قد لا تعجبني دعونا نذكر بعضا منها فمثلا تصرفات الشرائية التي تعجبني يجب علينا ماذا؟ قبل الذهاب إلى شراء أي منتج غذائي ماذا يجب علينا؟ كتابة القائمة للمشتريات يجب علينا أحضار ورقة وكتابة المشتريات التي نحتاجها لا نريد هنا شراء الشراء العشوائي كذلك من التصرفات التي تعجبني يا عزيزي الطلاب والطالبات البحث عن أفضل الأسعار في متاجر مختلفة والتأكد مثل ما ذكرت من وجود ماذا؟ البطاقة الإرشادية وقراءتها قبل شراء المنتج الغذائي هذه عبارة عن بعض النقاط والتصرفات الشرائية التي تعجبني بينما التصرفات التي لا تعجبني مثلا شراء كمية كبيرة من الأغذية دون الحاجة الماسة إليها من التصرفات الشرائية التي لا تعجبني هنا الاعتماد على متجر واحد لشراء كل المنتجات يجب علينا هنا ماذا؟ التنوع ومن التصرفات التي لا تعجبني تخصيص شركة لشراء المنتج دون تجربة البدائل الأخرى تذكر دعونا نتذكر ينبغي عدم التسرع في شراء الأغذية لماذا؟ لأن التمهل في الفحص والمقارنة هنا يا أعزاء الطلاب والطالبات ماذا؟ يوفر لنا المال فلو زرنا متجر من المتاجر وأطلقنا العنان لأنفسنا فنجد سلة التسوق ملأة بكل ما نحتاج وما لا نحتاج ولكن يجب علينا هنا يا أعزاء الطلاب والطالبات التروي وسؤال أنفسنا هل أيضا عن مدى احتحاجاتنا لهذا الغذاء؟ وهل تبقى لدينا منه أم لا؟ وهل هو مفضل لدى جميع أفراد الأسرة؟ كذلك نبحث في عدد من المتاجر كي نبحث عن عروض مناسبة قد لا تكون في نفس المتجر الذي نتسوق منه ففي مثل هذه الحالة نكون قد وفرنا المال وسلمنا من هدر الفائض من الأطعمة البطاطس المحمرة الشبس هنا والأطعمة الخفيفة لا فائدة منها غذائيا ولا صحيا بل هي مضرة بالصحة وتسبب زيادة الوزن لسعراتها الحرارية المرتفعة فلو مثلا عندما نشتري كيس من البطاطس تقريبا سعر كيس البطاطس هنا بريال فعدد مرات الشراء وعدد مرات التناول مثلا تناولتها خمس مرات أسبوعيا لكل فرد فلو كان لدي عدد من الأطفال ثلاثة فماذا يكون الاستهلاك هنا الأسبوعي؟ سيكون الاستهلاك الأسبوعي قيمة البطاطس بريال عدد مرات التناولها خمس أيام ولدي ثلاث أطفال فهنا الاستهلاك سيكون خمسة عشر ريال الاستهلاك الشهري خمسة عشر ريال في أربعة ستين ريال بينما الاستهلاك السنوي ستين ريال في اطنعاش سبعمية وعشرين ريال هنا المبلغ هذا يا أعزاء الطلاب والطالبات سبعمية وعشرين ريال يساوي مصاريف التموين الغذائي لأسرة خلال شهر فيجب علينا هنا أن نقنن ونقلل من تناول البطاطس لأنها أيضا تضر من صحة الأطفال وكذلك توفر لنا المال في حال نحن هنا من ناحية الميزانية والتخطيط لها في شراء مصاريف أخرى من التموين الغذائي دعونا الآن نختبر أنفسنا من فوائد تاريخ صلاحية المنتج برأيكم من تلك الفوائد نذكر منها ماذا؟ جميعا نسترجع البطاقة الإرشادية من فوائد تاريخ صلاحية المنتج ماذا؟ برأيكم أريد أن أسمع إجابة ضمان سلامة المنتج سهولة تنظيم مراقبة الأغذية في الأسواق ضمان حصول المستهلك على أعلى جودة ممكنة دعونا نختبر كذلك أنفسنا من خلال من إرشادات المستهلك عند الشراء ماذا؟ عدم شراء العبوات المنتفخة والتي بها صدى أيضا يا عزيز الطالب الطالبة من الإرشادات بارك الله فيك الحرص على شراء منتجات الألبان المبسترة والمعقمة كذلك عدم شراء الأطعمة من الباعة المتجولة ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة دعونا نختبر أنفسنا برأيكم الابتعاد نهائيا عن المنتج الذي لا يحمل أي بطاقة إرشادية برأيكم عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ بالطبع ستكون الإجابة صحيحة يجب قراءة تاريخ صلاحية المنتج برأيكم عبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسن تبارك الله فيك العبارة صحيحة العبارة الأخرى شراء العبوات المنتجة خبير رأيكم عبارة صحيحة أم خاطئة؟ بارك الله فيك العبارة خاطئة لا ننسى يا أعزاء الطلاب والطالبات الواجب أريد الآن من الجميع فتح الكتاب صفحة 40 لدينا السؤال الثاني رجاء من الجميع حل الواجب وفي النهاية يا أعزاء الطلاب والطالبات هنا عند شراء أي منتج غذائي نتأكد من محتوى البطاقة الغذائية نحرص على وجود ماذا؟ اسم المنتج نحرص على تاريخ الصلاحية يا أعزاء الطلاب والطالبات على العبارات التحذيرية على قائمة المكونات وكذلك على المضافات الغذائية إذن وبهكذا يا أعزاء الطلاب والطالبات انتهينا من الوحدة الثانية وكان درسنا بعنوان البطاقة الإرشادية استودعتكم الله